اشتركوا في القناة وقد اعتمدت استراتيجية التعلم الذاتي المرشد وأصبح التعليم الإلكتروني جزءاً من العملية التعليمية وبعد هذا التفوق والتميز أصبح لزاماً على هذه الجامعة أن تلبي احتياجات سوق واحتياجات المستقبل وأن تلبي أيضاً رغبة الطلاب للانضمام لعدد من البرامج التي أصبحت من الضرورة بمكاناً يتم الاهتمام بها هذه الجامعة الآن تحولت إلى جامعة برامج ولتحقيق مبادئ الجامعة الذكية وأيضاً الجامعة المستدامة أصبح تضم هذه الجامعة مدارس للعلوم الإنسانية والاجتماعية ومدرسة أيضاً للعلوم الهندسية والتقنية ومدرسة للعلوم الطبية والصحية الآن بمعية برامج مدرسة العلوم الإنسانية والاجتماعية فإننا نذكر بأن هذا التحول نحو جامعة البرامج ونحو استراتيجية التعلم الذاتي المرشد وأيضاً إلى التعليم الإلكتروني هو السبيل والوسيلة لتحقيق أهداف هذه الجامعة في تنمية المجتمع وفي النهوض بهذا المجتمع نحن على ثقة تامة بأن هذه النجاحات التي تحققت ستنعكس بإذن الله تعالى من خلال مخرجاتها المتميزة ومن خلال طلابها الذين أصبحوا في مستوى من التعليم أو تحقق لهم مستوى من التعليم يظاهي أفضل للجامعات في دول متقدمة نحن إذ ندعو إلى انضمام إلى عضوية هيئة التدريس وإلى الانضمام إلى طلاب هذه الجامعة من الكفاءات المتميزة للنهوض بمستوى التعليم في بلادنا فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة